في خضم أسوأ أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية تجد أوروبا نفسها منقسمة إزال عديد من الخيارات المنطقية لتعامل مع أولئك الذين يفرون من النزاعات في سوريا ومناطق أخرى لكنها غير قادرة على الاتفاق على أي من تلك الخيارات حيث كبلت العرقيل الجهود الرامية إلى إعادة توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التوافق بين الحكومات ففي حين دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا إلى توزيع ملزم للاجئين على جميع دول الاتحاد الأوروبي من غير أن تحدد صقفا عدديا وقبلت أستراليا استضافة 12 ألف لاجئ إضافي من سوريا والعراق تلجأ بعض الدول الأوروبية إلى إجراءات لمنع دخول اللاجئين اليائسين إلى أراضيها مثل ما فعلت المجرى التي أقامت سياجا شائكا هائلا على حدودها مع السربيا قبل أيام أزمة المهاجرين وكيفية توزيعهم على الدول الأوروبية طفت على سطحها ظاهرة العنصرية ولعل أبرزها ما جاء في إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي دافع عن الطابع العالمي لحق اللجوء الذي يمنع اختيار اللاجئين على أساس انتمائهم الديني ردا على إبداء رئيسي بلديتين فرنسيتين استعدادهما لاستضافة لاجئين شرط أن يكونوا مسيحيين فيما دع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دع الأوروبيين إلى عدم تمييز بين اللاجئين الذين يودون استقبالهم بناء على ديانتهم أو معتقداتهم ووسط هذه الدعوات يستمر تدفق المهاجرين حيث وصلت صباح الأربعاء أولى دفعات المهاجرين القادمين من ألمانيا إلى فرنسا وهي مكونة من 200 شخص بانتظار وصول مجموعة أخرى مكونة من ألف لاجئين خلال يومين غالبيتهم من سوريا والعراق بينما استقبلت أستراليا 12 ألف لاجئ إضافة إلى 13 ألف وخمسمائة تستقبلهم سنويا وعربت فينزويلا عن استعدادها لاستقبال 20 ألفا عبدالسكايب معنا مباشرة من جنيف الأستاذ فراسكايب المسؤول على علاقات خارجية في مفوضية الأمم المتحدة الشؤوني اللاجئين سيد فراس مساء الخير أهلا بك معنا من جديد في السيديو الآن إلى أين وصلت أعداد اللاجئين الآن بحسب الأرقام التي لديكم كمفوضي علي شؤون اللاجئين بالنسبة لذين وصلوا والذين من المتوقع أن يصلوا أيضا نعم شكرا جزيلا الأعداد هي تزداد يوم بعد يوم الأسبوع الماضي كان معدل الواصلين إلى الجزر اليونانية اليومي حوالي 3000 نحن نشهد الآن أن هناك حوالي 5000 يأتون كل يوم ونحن نقول الدول الأوروبية هذه الأعداد ستزداد لأن الدول أو المشاكل في بلاد الأصل التي يأتوا منها هؤلاء الأشخاص لم تحل وهي تستمر في الواقع هذه الدول بحاجة إلى حل سياسي فالحل لن يأتي في القريب العاجل ولذلك في غياب الحل السياسي البعيد المدى لا بد التعامل مع الأزمة الراهنة بشكل إنساني وبشكل طاري الاجتماع المقرر عقده بين القادة الأوروبيين والوزراء الأوروبيين يوم الاثنين القادم 14 الشهر هذا الاجتماع هو اجتماع جوهري وحاسم في الواقع لأن المفوضية الأوروبية وضعت اقتراحات على جدول هذا الاجتماع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحن تقدمنا باقتراحات عملية كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين على دول أوروبا كلها إنشاء مراكز استقبال معاملتهم معاملة لائقة وإنسانية وإن كانوا لاجئين أو حتى مهاجرين دخلوا بطريقة غير قانونية يعني هم يتمتعون بحقوق البشر وحقوق الإنسان هذا الاجتماع يعني نأمل منه أن يخرج بموقف قوي وموحد وإنساني سياسي لكن مبني على اعتبارات إنسانية من القادة الأوروبيين لكي يتم التعامل مع الأزمة الطارئة الآن وليس بانتظار الحل السياسي في دول الأصل التي يأتي منها هؤلاء الأشخاص طيب سيد فرس دعنا نتحدث قليلا عن المقترح الذي تقول بأن المفوضية العليش العليش اللاجئين ستقوم بتقديمه ما أبرز مركز عليه بشكل يضمن كما ذكرت حقوق الإنسانية لهؤلاء اللاجئين نعم المفوضية قدمت مقترح مفصل من عدة نقاط أولها إنشاء مراكز استقبال في حدود أوروبا الجنوبية وفي النقاط التي يأتوا منها هؤلاء اللاجئين لاستقبالهم استقبالا حسن تأمين متطلباتهم الإنسانية الآنية والضرورية ومن ثم فرزهم بحسب ما إذا كانوا لاجئين أو مهاجرين الغالبية الصاحقة من هؤلاء الواصلين الجدد هم لاجئون وليسوا مهاجرون لكن هناك بعض الجنسيات من هنا وهناك التي تأتي طلبا لحياة أفضل ليس هربا من اضطهاد أو من صراعات ومن ثم توزيعهم على الدول الأوروبية توزيع عادل بحسب كل دولة وقواتها الاقتصادية ومن ثم فتح طرق قانونية أخرى لهؤلاء الأشخاص لكي يأتوا إلى أوروبا بالطائرة وليس عن طريق قوارب الموت وعن طريق ذياز لم الشمل وذياز لجوء وذياز طلابية ومنح دراسية ولم شمل العائلة يعني هناك العديد من الطرق التي يمكن الإتحاد الأوروبي أن يتبناها عوضا من أن يجعل هؤلاء اللاجئون عرضة وفريسة للمهربين على الطرقات السريعة في أوروبا وفي البحر الأبيض المتوسط نحن نقول هذه أزمة من أكبر أزمة النزوح تتعامل معها أوروبا منذ أيام الحرب العالمية الثانية وبالتالي لا بد لأوروبا أن تظهر قيادة سياسية حكيمة مبنية على اعتبارات إنسانية وأن تتحمل بعض العبء التي تتحمله دول الجوار يعني دعينا لا ننسى أن هناك أربع ملايين لاجئ في دول الجوار دول جوار لسوريا التي هذه الدول منذ سنوات تستضيفهم وما يحدث الآن في أوروبا نحن في المفوضية قلناه منذ أكثر من ثلاثة سنوات لكن للأسف لم يستمع أحد لنا نحن دائما نقول وكنا نخاطب هذه الدول وغيرها ليس فقط دول أوروبية إنما كل دول العالم هؤلاء اللاجئين يعانون من يأس يأس من عدم وجود حل يأس من عدم وجود إمكانات وإنساعدات إغاثية كافية في دول الجوار المجتمع الدولي لم يمول العمليات الإغاثية بما فيه الكفاية في دول الجوار والآن وصل يعني بلغ السيل والزبع وقام هؤلاء الأشخاص بأخذ زمان مبادرة بأيديها طيب أستد فراس من خلال النقاط التي سيتركز عليها المقترح هي نقاط ربما ممكن أن نقول أنها رائعة من ناحية أنه الفياز وأيضا لم شمل وأيضا أن يصلوا عن طريق طائرة ليس عن طريق قوارب الموت لكن هل هناك سبيل إلى تحقيق كل هذه النقاط في ظل هذه الأعداد المتزايدة وبالنظر أيضا إلى أن اللاجئين في دول الجوار كما ذكرت وضعهم ليس بالجيد وسيأملون أيضا أن يتجهوا إلى دول أوروبا إذا كانت ستوفر كل هذا هل لديكم امتصالات بالجهة المعنية ولديكم وعود بأن تطبق كل هذه النقاط طبعا نحن على اتصال مستمر وبشكل يومي منذ حوالي أسبوعين مع جميع الدول الأوروبية وهذه اتصالات تتم على مستوى المفوض السامي نفسه هو كبار المسؤولين في المفوضية لدينا وعود إيجابية من بعض الدول وعدم تشجع من بعض الدول أخرى لكن قد لا تحل المشكلة كلها في الاجتماع المرتقى بيوم الأثنين لكن ما نأمل أن يخرج هذا الاجتماع بخطوة كبيرة تحل الأزمة الإنسانية الطريقة ولدينا مؤشرات إيجابية لا أريد أن نستبق نتائج الاجتماع لكن لدينا مؤشرات إيجابية أن العديد من الدول الأوروبية ستحذو حذو ألمانيا والسويد وفرنسا في الأخذ بزمام مبادرة والتعامل مع هذا الوضع بشكل طاري بعض التصريحات التي نسمعها هنا وهناك في الواقع غير مقبولة قبول اللاجئين على أساس الديني أو العرقي هذا الأمر غير مقبول وهذا لن ترضى به المفوضية لأنه نحن عندما نقدم الملفات لدول إعادة التوطين نقدمها بناء على الحالات الأكثر عوزا ليس بناء على الدين ولا العرق ولا الرئيس السياسي ولا غيره نحن نقدم الأكثر احتياجا من هؤلاء اللاجئين كأولوية وهذا ما يجب أن تتبعه الدول ليس إن كان مسيحيا أو مسلما أو آتيا من بلد معين أو من قرية معينة أيضا أستاذ فراس بالنسبة لموضوع التعرض بعض اللاجئين لبعض الانتهاكات في بعض الدول كالفيديو الذي انتشره يوم أمس للمصورة التي قامت بركل وعرقلت رجل في هذا الصدد ما جهودكم لتوفير ربما المعاملة الجيدة في استقبال هؤلاء اللاجئين هذا الفيديو هو مثال على كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتم معاملتهم بطريقة سيئة طبعا بالنسبة لهذه الصحفية تم رفضها مباشرة من القناة التي تعمل بها وهذا شيء جيد لكن أنا نقول لكل هؤلاء الدول التي تستقبل اللاجئين حالات التعصف هذه يجب أن يحقق بها يجب أن تمنع هؤلاء الأشخاص وإن كانوا مهاجرين أو لاجئين دخلوا بشيء طريقة غير قانونية لا بد من معاملتهم بطريقة إنسانية الأشخاص أي شخص في العالم له الحق في طلب اللجوء هذا حق تكفله الاتفاقيات الدولية والدول الموقعة على هذه الاتفاقيات وهي كل الدول الأوروبية ملزمة قانونا بأن تقدم لهم المساعدة وتعاملهم بطريقة إنسانية وأدمية إن كان مهاجر الدول يعود لها أن تعيده أو لا تعيد هؤلاء الأشخاص ولكن مع إن كانوا مهاجرين لا بد أن يعاملوا بطريقة إنسانية لا يمكن أبدا لأحد أن يخرق حقوق الإنسان وندعو جميع الدول إلى التحقيق في هذه الحوادث والحيلولة دون وقوعها أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا سيد فراسكيا المسؤول على علاقات خارجية في مفوضية الأمم المتحدة شؤول اللاجئين كنت معنا مباشرة عبر سكايب من جنف شكرا لك شكرا جزيلا